السلام عليكم ازايكم? عاملين ايه يا ربكم بخير? اهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة بازن الله هنعمل اه فكرة حلوة جدا جدا من البرتمانات الفاضية. اه هاتي كده اي برتمانات يكون شكلها حلوة عندك. اه والغطيان بتاعتها كمان. وهنعمل فكرة تحفة جدا بس ما تنسيش لايك واشتراك. ويلا جينا نشوف الفكرة. دلوقتي نبتدي كده مع بعض انا معي هنا منازيل صفرة. اه منازيل بتكون اه يعني منازيل دي بيكون طبقات كده. انا هشيل طبعا الطبقات البيضة دي مش عايزها. وهاخد الطبقة بس اللي عليها الرسمة. انا بحب الرسمة دي قوي. يعني بتدي كده شكل حلو يعني على اي حاجة. اللي هي بتكون احمر كده في ابيض. انا هياخد منها جزء بالشكل ده. هقص بالمقص. وهبتدي ان انا اعمل شغلة دي كوباش كده على البرتمان بتاعي. اه طبعا اه باخد المقص كده زي ما انتم شايفين. وهشيل كل الزيادة اللي عليها. هعمل نفس يعني نفس الموضوع في البرتمانين. هنجيب كده حاجة ونفرشها تحت يعني الشغل بتاعنا. وبعد كده معي هنا ورنيش مائي. هحط شوية كده على البرتمان نفسه. وبعد كده هبتدي ان انا ألزق من المنزيل بالشكل ده كده وبالروحة جدا علشان خوطر ما يتقطعش معنا لانه هو بيكون طبعا رؤياء جدا لما بنشيل منه الطبقات اللونها ابيض. وبنسيب الطبقة بس اللي عليها الرسمة فبالروحة ممكن كمان تستخدمي الغيرة المخفف بالمية في المرحلة دي. لكن كده كده في الاخر هنضطر ان احنا نحط له برضو طبقة ورنيش مائي في الاخر علشان الحماية طبعا من المية وعلى عشان خوطر نقدر نقسله كده. انا هحط شوية كده. آآ وبعد كده طبعا بشيل الزيادة اللي بيكون طالعة منها بالشكل ده. بالنسبة لما منازيل الشكل ده يعني بالذات انا كنت شارية من اي كيا. كان مجموعة كده على بعضها كزا منزيل مع بعض. كمان ممكن تلاقيه في محلات الادوات المنزلية. آآ قسم بتاع عياد الميلاد او السور مارك كمان القسم بتاع عياد الميلاد بيكون فيه منازيل. عليها بقى رسومات مختلفة نقي الشكل اللي يعجبك. هنجي بعد كده بقى الجزء ده اللي احنا هناخده او هنفكه من السطورة بتاعة البنيو. آآ سطورة البنيو بيكون فيها آآ يعني بتاع زي دي كده بتكون ركبة وآآ متعلق فيها الحلقة اللي بتكون مسكة في آآ المصورة بتاعة البنيو. احنا عايزين بقى الجزء ده هو بالضبط عامل زي الجزء اللي بيباع او بيكون مترك في الكوبايات دي كوبايات بتاعة العصير دي اللي بتباع طبعا هتعرفوها دلوقتي او ما تشوفوا شكلها النهائي هتعرفوا انا قصدي على ايه. بعد كده هبتدي ان انا اعلم على الغطى بتاعي. وهي اخد كده المقاس الدوران بالضبط عشان خاطر هنفتح فتحة جوه الغطيان. اه طبعا انا معي غطيين واحد بلاستيك هبتدي ان انا افتحه بالكوية. ما عندي كيش كوية ممكن تستخدمي فك سوخن تسخني يعني على البوتاجاز او آآ مصمار برضو تسخني على البوتاجاز. وهبتدي اخد المقاس كده واشوف هل محتاجة توسع شوية كمان ولا كده مزبوط. اما بالنسبة للغطى التاني. الغطى التاني معدن مش بلاستيك فهنتضر ان انت بقى كده كده بترفس الكينة. آآ تعملي فتحة كده او خرم وتبتدي ان انت تلف تلف جوه الغطى نفسه بالشكل ده. علشان يبتدي يعمل دايرة معاكي كده ويوسع ويفتح. بالطريقة دي كده واي زيادة هتطلع معاكي هنشيلها. علشان برضو ما يكونش فيه اي حاجة يعني خطر. دلوقتي كده خلاص انا وسعتهم زي ما انت شفتوا معايا. آآ وجزء طبعا اللي هو المعدن عشان الغطى ده معدن ففي اجزاء كده زيادة طلعت يعني مطرح ما وسعنا. فجيت بالزرادية كده وشلت كل الاجزاء وهنبتدي ان احنا نركب الجزء ده جوه الغطى كده بالشكل ده وطبعا بيكون ليه جنب تاني يعني من ناحية التانية. آآ هيركب برضو بس بقى في الشكل النهائي دلوقتي عايزين نزين البرطمانات بتاعتنا. انا هجيب من نفس المنزيل وهعمل البرطمانين بنفس الطريقة بالزبط. هنقص كده على القد وهنحط شوية من الورنيش المائي. وبعد كده طبعا انا فضيت المنزيل من كل الطبقات اللي فيه سبت بس الطبقة اللي عليها الرسمة. زي ما متعودين كده وهنبتدي بالراحة خالص بفرشة رفيعة. هنطلع الهوى وهنبتدي آآ نضغط عليها بالشكل ده وكمان على طرف اللغطة هنعمل نفس الكلام. آآ وبالفرشة زي ما انتم شايفين معي كده ببتدي ان انا انزل المنزيل على الجناب بتاعت اللغطة بتاعي. بالنسبة للغطة المعدن بقى التاني لونه اصفر كده. فعلشان خطر ان انا داري اللون اللي عليه فانا هتدي له طبقة آآ لونها ابيض من البلاستيك الابيض. الدهين يعني بتاع الحوائط هتاخد منه هياخد طبقة واحدة. وبعد كده هعمل معي نفس الكلام اللي انا بعمله في اللغطة اللي قدامكو ده. هنيجي على الاطراف وهنزوج كده من الورنيش هتبتدي تلاقي المنزيل ويتقطع معاكي. فهنشيل الزيادات دي بالراحة كده خالص. ولو في اي اطراف كده ممكن ندخلها الجوة. بعد كده هعمل اضافة بسيطة كده جبت معي كارتون لونه ابيض. آآ وطبعا الكارتون ده معي آآ قصيته بالشكل ده بشكل مربع كده واخد دايرة كده من الاطراف. جبت معي الم ماركر لونه اسود وهبتدي ان انا حدد الاطراف بتاعة الورقتين اللي معايا دول. طبعا دي اضافة تقدري تعمليها وممكن تستغني عنها لو حابة. لكن انا حابة اعملها كده وادي آآ يعني طابع كده يعني شكل جديد او حاجة جديدة للبرتمان بتاعي اضافة كده. علشان كل آآ ورقة من دول هكتب عليها اسم من اسماء آآ اولادي. علشان يعني كل واحد كده هياخد برتمان. وعلشان خاطر بقى حاسيت ان الورقة تخينا كده شوية وهتبقى يعني برزة قوي لما نجي نعمل دي كوباج. فجدت اطراف السكينة ودخلتو كده بين الورقة. علشان خاطر بس هياخد الجزء الابيض وهشيل الجزء اللي هو الكرتون اللي في دهر الورقة. هو يعني منها فيها انا هو مش ملزوق ولا حاجة ومنها فيها كده هي الكرتونة كده هو يعني. آآ فحبيت ان انا ارقاها شوية او رفعها شوية علشان ما تبقاش برزة معي وانا بعمل الدي كوباج شغل الدي كوباج. آآ خدها برضو هعمل فيها نفس الكلام بالزبط. هحط على دهرها شوية كده من الورنيش المائي وبعد كده هرزقها على البرتمان بالشكل ده. هخلي جزء فوق وجزء من تحت. آآ يعني نصها فوق ونصها تحت كده. وهنضيف برضو من الورنيش على الاطراف. وطبعا الورنيش بيحملنا آآ الشغل بتاعنا وهيحمل البرتمان بتاعنا. علشان لو حابة انتي تخسليه طبعا. دلوقتي هعمل نفس الكلام في الورقة التانية برضو. وفي الاخر هندي كل البرتمان بتاعتنا. وش كده ورنيش مائي كلها بقى. وش نهائي. ده طبعا كده شكلهم بعد ما نشفه وكمان البرتمانات بعد ما نشفه آآ انا سبتوهم بقى اصلا نشفوا براحيتهم وتاني يوم كده جيت علشان خاطر بقى هنكمل الشكل النهائي وننركب بقى ونشوف الشكل النهائي يكون عامل ازاي. هناخد بقى الاجزاء دي اللي هي بيتكون زي ما قلت لكم من الساتورة بتاعة آآ البانيو. هاخد منها الجزء ده كده وبيبقى ليها قطعة تانية بتتركب من الطرف التاني. علشان تبقى ماسكيها كويس جوه البرتمان. بالشكل ده كده وبعد كده بقى نبتزي ان احنا نحط الشالموهات بتاعتنا. طبعا لو حسستي ان هو طويل شوية ممكن تأثري آآ يعني يقلي مقاسه مزبوط مع البرتمان آآ عشان طبعا البرتمان صغنن ده كان الشالمون طويل عليه شوية فانا قصيته حبة وبقى كده قفلت بقى وركبته كده بيكون شكله النهائي. شكل مش قدر اقول لكم حلو ازاي? حلو جدا جدا. آآ لو عملتها لولادك هيفرحوا بيها وهيشربوا بقى اللبن والعصاري والحاجات اللي انت هتديها لهم. ده كده شكلها النهائي. يا رب يكون شكله عجبكو. تعالوا بقى نعمل كده عصير ونحط فيه. آآ عملت كده معي عصير جوافة. هو عشان نوريكم بقى الشكل عملي شكل النهائي يعني. وبعدين هنبتزي طبعا آآ نقفل كويس جدا. كده هو ده كده النهائي شكلها حلو قوي قوي طبعا متقدر تخسليها زي ما بقول لك بسبونشة. آآ يعني بلاس سلكة وكده بسبونشة نعمة. آآ من بره كده ومن جوه طبعا هتنضف معاك وهتبقى زي الفل. اعمليها بقى كده الفكرة دي واحنا داخلين اهو على الصيف. آآ وتبقى عنا عارفين بقى العصير بتاعة الصيف هتبقى حلو قوي في الكبايات دي او المجات دي وكمان برضو رمضان والعصير بتاعة رمضان كل سنة وانتو طيبين. وبكده كون وصلت معاكم لنهاية الفيديو آآ اقولي لي بقى رأييكم ايه في الفكرة اللي عملناها النهاردة يا رب بكون عجبتكو. لو عجبتكو بقى ما تنسوش لايك على الفيديو وكمان اشتراك في القناة لو كانت اول مرة تشوفيني. وفعل الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكل الحاجات اللي انا بقدمها بعد كده. وان شاء الله شوفكم فيديو جديد وافكار جديدة قريب كتما السلامة. اشتركوا في القناة